موسيقى حياكم الله إلى موجز لأهم الأنباء أعلن الجيش البحريني أن جنديا رابعا استشهد متأثرا بجروحه من جراء الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على القوة التي تم نشرها ضمن قوات التحالف العربي على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها وكان الجيش البحريني أعلن في وقت سابق أن ثلاثة من أفراده يستشد وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة شنته ميليشيات الحوثي الأثنين الماضي أدن مجلس الأمن الدولي في بيان هجوم ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة على أفراد بالقوات المسلحة البحرينية العاملة ضمن التحالف العربي وقال أعضاء مجلس الأمن أن الهجوم يعد تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن كما جعل أعضاء ميليشيات الحوثي إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية كما جددوا دعمهم لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية طلبت شركة الخطوط الجوية اليمنية ميليشيات الحوثي برفع القيود غير القانونية التي تفرضها منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصد المالية التابعة للشركة في صنعاء التي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار وقالت الشركة إن أقدم ميليشيات على حظر سحب شركة اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية وتسبب بأضرار بالغة لنشاط الشركة ونشدت الشركة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالقطاع الجوي التدخل لإنهاء الحصار الحوثي على أموالها في صنعاء والسمح لها بممارسة نشاطها بحرية وكفاءة بدأت أعمال تركيب ألواح الطاقة لمحاطة الطاقة الشمسية في عدن والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في اليمن ويعتبر تركيب الألواح خير مراحل بناء المحطة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ميجاوات وتعد هذه المحطة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى حل أزمة الكهرباء في عدن وتوفير مصدر مستدام للطاقة النظيفة هاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة